أختكم مع المحارب أخصائية نفسية مشرفة وحدة في إحدى المستشفيات الحكومية أتمنى إن شاء الله حوارنا اليوم يكون جداً بسيط في نفس الوقت علمي بمعنى لغتنا بسيطة أبغى نكون كأنه إحنا جالسين في جلسة نتكلم بلغة عامية بسيطة للجميع وفي نفس الوقت مرجعنا وكل المعلومات اللي نقدمها اليوم مصدرها علمي بمعنى أن الأبحاث أكدت لنا أن كل المعلومات اللي راح تقدم اليوم بإذن الله أثبتت في الدراسات أنه هي مفيدة وفعالة مع الأطفال أو الأهالي فترة الحجر صعبة علينا كلنا من يوم اليام بالروتين من يوم اليام بالمحام إلى روتين صفر إلى جدول ما نعرف كيف نملاه ما نعرف كيف نبدأ تعودنا أن أطفالنا يروحوا لمدرسة من الصباح يرجعوا لنا بعد الظهر تعودنا أننا نكون منشغلين فجأة لقينا نفسنا في أزمة إن شاء الله يا رب تتسهل على الجميع والجميع يكون في أحسن صحة وأكمل وجه بالأخص الممارسين الصحيين لنبغى نشكرهم كل الشكر اليوم على جهودهم نبغى نتكلم معلش بس في أسئلة للمدرسة فقط ممتاز سؤالك بالنسبة للأدوية حيكون من ضمن موضوعنا اليوم وهو سؤال جدا مهم حنناقشه في خلال النقاش هذا مبسوط أن السؤال هذا نطرح السؤال هذا عن الأدوية ووقت المدرسة هل تتغير أو لا أول حاجة إحنا بالنسبة لنا الروتين الروتين كله انقلب كله تغير الروتين المدرسة أول نصيحة لنا ضروري أنه إحنا نحافظ عليه كيف نحافظ عليه؟ بمعنى الطفل ينام ويصحى بنفس الوقت اللي احنا تعودنا عليه معلش الأسئلة قاعد تيجي تمام ممتاز الجمعي يعتقد قاعد يردوا عليه على بعض الأسئلة يعطيهم العافية كل الأسئلة حنجاوبها وإذا تبقوا تخلوا الأسئلة في النهاية ما راح نترك أي سؤال من غير ما يجاب عليه بأذن الله الروتين بالنسبة لنا واحدة من أهم الأشياء اللي إحنا يمكن ما أدركنا أنه إحنا افتقدناها المدرسة اختفت بشكل كامل وبشكل فجائي لو بنفكر إيش اللي يفرق المدرسة عن البيت هو الروتين الروتين أثبت في الدراسات أنه يساعد في أشياء كثيرة منها القلق لما يكون عند الطفل روتين واضح عارف جدول النشاط اليومي كيف هيكون والأفضل يكون عارف جدول النشاط اليومي قبلها بيوم يهدي من القلق من ناحية الأهالي ومن ناحية الطفل إحنا نبغى نتكلم عن الروتين كيف إحنا نقدر نخلقه مع الطفل قلنا جدول النشاط اليومي ممكن إحنا نخلق جدول نشاط ويفضل إنه إحنا نسوي مع الأطفال قبلها بيوم قبل النوم تسوي ورقة في البيت فيها جدول مذكورة في الأوقات من وقت صحوة الطفل إلى وقت النوم إيش الوقت اللي بيكون حق الفطور إيش الوقت اللي بيكون حق الرواقان الخفيف في الصباح إيش الوقت اللي حيكون للدراسة إيش الوقت اللي حيكون للأكل وإيش الوقت اللي حيكون للنشاطات الترفيهية وقت اللعب ووقت قضاء الأسرة وبرضو وقت النوم لما الطفل يكون عارف هو بكرة كيف هيكون جدولها قبلها بوقت حتلاقي أنه تعاونوا معاكم بيكون أفضل بيسهل عليكم حاجات كثيرة إحنا كيف ممكن نسوي الجدول بطريقة سهلة جدا كل طفل يختلف عن الثاني الجدول ممكن يكون بطريقة عامية ما له طريقة واحدة تناسب الجميع كل شخص يناسبه جدول أو طريقة مختلفة ممكن نسمي الجدول وش بنسوي بكرة أو ايش بنسوي بكرة أو كيف جدولنا بكرة فالجدول يتم عبوان يتم تجهيزه مع الطفل قبلها بيوم يشمل النشاطات الترفيهية يشمل الجلسات الأسرية يشمل كل شيء أنتوا ناوين تسوونه حتى أوقات البريك إذا أنتم عندكم أوقات بريك ثابتة المدرسة هل نلتزم بنفس أوقاتها أو لا؟ أنا نصيحة الشخصية أنه روتين الطفل ما يتغير إحنا في أزمة مدتها غير معروفة ما نعرف هل حنرجع للوضع الطبيعي والروتين اليومي بعد شهر بعد أسبوع بعد أربع شهور ما في أحد عنده الإجابة لحد الآن فاحتياطا إذا أن الأزمة كانت قصيرة وإن شاء الله تكون قصيرة إحنا ما نغير في روتين الطفل عشان بكرة لما نرجع للروتين الطبيعي ما نتعب في تعويض الطفل على الروتين القديم في بعض الأهالي يقول لك لا أنا أريح لي أنه أنا أغير نوع الطفل أغير وقتها تمام؟ أنا أقول في النهاية إحنا في أزمة وخلال الأزمات كلنا التدخل عندنا دائما يكون مختلف إنت نشوف إشي ناسب الأسرة إحنا ما عندنا الطفل لحاله اللي هو يحتاج اهتمام إنتوا نفسكم الأهالي محتاجين اهتمام في الفترة هذه فإحنا نبغى ندرس وضع الأسرة كاملا إشي اللي ناسب الجميع بشكل أفضل إذا إحنا ما قدرنا نتبع روتين المدرسة اللي هو الأفضل واللي ينصح فيه علميا تمام ما عندك مشكلة إنت ممكن تخلق روتين جديد وقت ما يصح الطفل مثلا إذا أخرتوا الصحوة ساعتين لكن هنا لازم ننتبه لنقطة جدا مهمة في أم أو أب سألوا قبل شوي أنا آخذ دواء بس لوقت المدرسة الآن تغير ما في مدارس أغير وقت الدواء ولا لا أدوية فرط النشاط وتجدد الانتباع أحيانا تعطى في أوقات معينة لأنها تشتغل لساعات معينة فلما الدكتور يقول لك آطي الطفل الدواء الفلاني الساعة سبعة هذا لأنه مفعوله ينتهي على الساعة 12 تقريبا أو على الساعة واحدة اللي هو وقت رجعت الطفل للمدرسة تمام فالدواء تحدد من قبل المختص أنه يتاخذ في الصباح لأنه حيشتغل خلال فترة وجوده في المدرسة لما أنت حتقرر أنه أنت بتغير روتين النوم وحتبدأ الطفل مثلاً حتبدأ يومه من الساعة 12 خلينا نقول أو حتبدأ من الساعة 10 الجواب الأفضل هنا أنه على الأغلب وقت الدواء حيتغير لكن نرجع للمختص عندنا الآن تطبيقات في وزارة الصحة وعن طريق تطبيقات مختلفة الاستشاريين الموجودين على مدار الساعة أطلبوا طبيب مختص بالأطفال ويفضل يكون طبيب نفسي على الأساس يسألوا تعطوا اسم الدواء تقولوا له إحنا غيرنا روتين النوم عند الطفل ونبغى يبدأ يصحى الساعة الفلانية أو تقريباً يصحى مثلاً 11-12 واحدة بعد الأهالي ثنتين متى أعطي دواء فرط النشاط وتجدد الانتباه أأخروا للساعة كم فهذا سؤال جداً مهم أنا أشكر الأم اللي سألت السؤال هذا أو الأب اللي سأل السؤال هذا لأنه واحدة من النقاط المهمة هنا عندنا ارجع لطبيبك قل له على أي تغير حاصل في جدول طفلك جدول النوم متى يصحى مهم تخبروا الطبيب الطفل متى يصحى عشان هو يقدر يحدد في أي ساعة تعطي الدواء ترى كثير من الأهالي يتلخبطوا في الإجازات الصيفية ويعانوا كثير في الإجازات الصيفية لأنه ما خططوا مع دكاترتهم أوقات تغير الدواء خلال الإجازات فجداً ضروري أنه أنت تراجع مع طبيبك أي ساعة تغيرها لإعطاء الدواء الطفل هذه اتفقنا عليها فيها أي سؤال؟ إن شاء الله تكون النقطة واضحة تعمل عندنا أوقات الدراسة بعد كذا أوقات الدراسة والمكان اللي يدرس فيه الطفل في البيت نلاقي بعض الأمهات الله يتساهم بالجنة عندها طفلين ثلاثة أربعة بعضهم خمسة فالأسهل لها أن هي تجمعهم كلهم في مكان واحد التلفزيون شغال تلاقي الجوال شغال جوال الأبو على الواتساب والمكان المثيرات جداً كثيرة تمام؟ الباب مفتوح التلفون هنايرن عندنا مثيرات جداً كثيرة وهذا اللي يحصل في أغلب البيوت الطفل اللي ما عنده شتت في الانتباع وفرط نشاط حيقدر أنه يركز نوعاً ما وإحنا حنقدر ممكن نركز في الظروف هذه لكن حتى الشخص الطبيعي حيلاقي صعوبة شوية أنه يكون تركيزه منصب تماماً على الشي اللي هو قاعد يشتغل عليه بالنسبة للطفل ضروري جداً أنه المكان ما يكون فيه مثيرات كثيرة هو مو التركيز عنده ضعيف لأنه شقي ولا أنه قصداً ما يبغي يركز ولا أنه قاعد يعاند هو فعلاً مو قادر أنه هو يركز إذا ما كان عنده أو إذا كان عنده مثيرات كثيرة فإحنا نبغى نخصص مكان في البيت يا غرفة صادة شوي حادية ما فيها مثيرات كثيرة أو مجلس بحيث تكون هذه غرفة الدراسة حقتنا ويتفق مع الطفل ووقت الدراسة هيكون في المكان الفلاني ووقت الدراسة فيه أشياء كثيرة لازم ننتبه لها الطفل يفضل أنه ما يكون معاه أخوانه الآخرين زي ما قلنا التركيز هو مو قادر هو مو ما يبغي يركز هو فعلاً مش قادر وعنده صعوبة في أنه يحط مجهود عشان يركز على الدراسة واللي يركز على الحفظ إذا طلعنا من وقت الدراسة من غير ما يكون في تركيز أعرف إنه ما رح تصل للتيجة فإحنا نبغى أنه وقت الدراسة يكون المكان جداً هادي ما في مثيرات زي ما ذكرنا مرة ثانية والوقت محدد ومسبق مرتب مع الطفل قبلها بيوم هذا هو حيكون وقت الدراسة نقطة جداً أهم من المكان اللي هي أنه إحنا ناخذ استراحات متقطعة للأطفال الطفال اللي عندهم تشدد في الانتباع سوري عفواً فرط نشاط وتشدد في الانتباع يقدروا يركزوا إلى فترة معينة فإحنا كيف نساعد الطفل وهذه حتى في الأطفال العاديين حتى في الكبار عندنا أغلبية الأبحاث والدراسات تقول إنه الشخص البالغ أكثر مدة يقدر يعطي المادة اللي قدامه أو الموضوع اللي قدامه أو النشاط تركيزية عشرين دقيقة فما بالك الطفل اللي عنده فرط النشاط وتشدد الانتباع إحنا نبغى نعطي الطفل بريك ولا استراحة كيف نقدر نقول متى نعطي الطفل استراحة ما في إجابة وحدة ويريت عندنا إجابة وحدة للجميع بس ما في إجابة وحدة للجميع الطريقة المثلة إنه أنا لما أدرس طفلي أحطه في بالي أنا حشوف قديش هو قادر يركز وأحسب الوقت عشر دقائق ربع ساعة أشوف إيش الماكسيمم أكثر مدة هو قادر يركز عليها خلص وصلنا عشر دقائق بدأ يتحرك بدأ يتكلم كثير بدأ يقاطع بدأ تطلع الأعراض عليه بدأ يتململ أنا هنا أوقف هنا مكمدة الاستراحة الكافية عندنا السؤال الاستراحة الكافية في طفل ممكن تكفيه خمس دقائق إحنا الهدف إنه هو يتحرك يطلع الطاقة اللي عنده هو الآن متشتت تمام فإحنا نبغى يروح ياخذ البريك في طفل يحتاج خمس دقائق في طفل يحتاج عشر دقائق أنا أنصح بخمس دقائق نرجع الطفل ونقول له حتاخذ مثلا إذا اتفقنا إنه هو أقصى مدة للتركيز عنده أو أقصى مدة يقدر يقعد ويركز فيها عشر دقائق خلاص نقول له يا بابا ولا يا ماما أنت كل عشر دقائق من الدراسة حتاخذ لك مثلا خمس دقائق استراحة نجرب الخمس دقائق نجحت خلاص نعتمد الخمس دقائق ويكون هو عارف برضو نقطة أهم وحتساعدك كثير في الأوقات الدراسة والاستراحة إنه يكون عندك موقت تايمر تمام يكون عندك ساعة والحين ما شاء الله كل البيوت فيها آيبادات ولا الآيفون الأجهزة الذكية تحط للتايمر أي شي يحسب للوقت قبل ما تنتهي الاستراحة مثلا من الدقيقتين تقول له يا بابا بقي لك دقيقتين لما تخلص بناديلك إذا باقي دقيقة تذكره بقي لك دقيقة لما تخلص بناديلك نقطة الثالثة وبرضو حتساعدنا في نجاح النقاط هذه كلها إنه يكون في مكافأة جاهزة متفقة عليها لا تغير إذا الطفل نجح في المهمة هذه ما نغير المكافأة مثلا الأطفال يحبوا الأجهزة الإلكترونية الآيبادات إحنا نتفق مع الطفل حندرس الجزئية الفلانية وما نكثر الجزئيات لازم تكون جزئيات صغيرة جدا فإحنا نقول لها قبلها بوقت لك جائزة إذا تعاونت معاي في وقت الدراسة الجائزة مثلاً إنك تلعب ما عرف إشي لعاب اللي يحبوها الأطفال بس إنه مثلاً إنك تلعب أي لعبة هو يحبها أو إنك تستخدم الآيباد تشوف اليوتيوب لمدة أنت تحددها توتخليها ساعة توتخليها ساعتين أنت اللي تحددها بعد ما ننهي الدراسة كاملة إنت مثلاً جائزتك الآيباد إذا التزمت بإيش إذا التزمت بالوقت اللي إحنا حددنا للدراسة والوقت حنحددها أنوي إياك لما ندرس ونشوف إنت قديش تقدر تركز بنحدد مثلاً هل حناخذ استراحة كل عشر دقائق أو كل ربع ساعة إذا التزمت معاي في وقت البريك رجعت في الوقت ما عندت رجعت في الوقت وتعاونت معانا عشان نخلص المذاكرة حتاخذ الآيباد حتاخذ مثلاً لو عندك مسبح صغير في البيت بلاستيك ولا إيش مكان حتلعب بالمسبح أي حاجة هو يحبها المكافأة لازم تكون حاجة الطفل يحبها إذا إحنا وعدنا بشيء هو ما يحبه ما راح يتحمس إنه ينجز المهمة اللي إنت تبغاك ينجزها فلازم يكون شيء يتحبه تلاحظ في بعض الأطفال أنا عندي منت أختي ممكن أقول لها بعاقبك مثلاً ما حعطيكي علكة مثلاً بعد ما إذا ما سوت شيء أنا ما أحبه تقول لي صنعنا ما أبغى هي علكة ما تحبها تمام فما راح تغريها أبداً لازم المكافأة تكون مغرية وشيء هو الطفل أنت عارف إنه يحبه راح يتحمس عليه مغرية ويحبه ليش عشان نخلق الدافع عنده إنه هو يتعاون معنا إن شاء الله كذا المعلومات واضحة المكافأات قلنا ممكن تكون الإلكترونيات في عندنا نقطة جداً مهمة بالفترة هذه وهذا لأنه زي ما أنتو في عندكم معاناة شوي الطفل نفسه يعاني الأعراض أغلبيتها يكتفى فقط في حال عدم الالتزام بعدم منح المكافأة وبإضافة عقاب سؤال جداً جميل عدم الالتزام أنا بالنسبة لي الطفل حيعمل معاك سلوك هو خلينا نقول 80% غير قادر عليه تمام يعني في جزء عندنا بيولوجي هو قاعد يحفز من السلوكيات هذه زي تشدد الانتباه أنا بالنسبة لي كمرجعة أنا أفضله شخصياً أنا أفضل إنه إحنا ما نعطيه المكافأة أوكي ونقول له أنا كان ودي إنك تأخذ المكافأة لكن بكرة بنحاول مرة ثانية وأنا متأكد أنك هتنجح بكرة طيب عندنا يوم كامل طبعاً الواحد ممكن يتورط يقول طيب أنا كيف إذا ما راح أعطيه الآيباد كيف هيقضي باقي وقته فإحنا ممكن نختار مكافأة لو بحرم منها أنا ما راح أنظر وهو بنفس الوقت حيلاقي شيء ممتع يقدر يسويه لنهاية اليوم وصلت الفكرة العقاب أنا مني مني معاه لأنه إحنا ما عندنا تشخيص تظهر معا سلوكيات مضرة ولا سلوكيات نهبة عن عناد تشخيص الاضطراب فرط النشاط وتشدد الانتباه السلوكيات اللي عند الأطفال خارجة عن إرادتهم فأنا مني مع العقاب بالنسبة للأطفال اللي عندهم أفضل المكافأة ما نفعت إحنا ممكن نغير الطريقة تمام المجادلة المجادلة ممكن نستخدم معاها في عندنا سؤال كيف نتخلص من قدرة المجادلة ولدي ممكن يضيع نصف ساعة في المجادلة معلش طلعنا على الموضوع شوية لكن أبو أحب أشرح النقطة هذه للأم إحنا نبغى نقول ليش الطفل يجادل تمام الطفل يجادل لأسباب كثيرة وحدة منها أنه هو قاعد يحصل على انتباه منك الطفل ما يفرق معايا جماعة إذا الانتباه اللي قاعد ياخذ منك سلبي أو إيجابي طالما هو قاعد يحصل على انتباه خلص هو كفاية بالنسبة له الانتباه السلبي اللي هو احنا نسميه مثلا نتحاوش نقعد نتناقر مع بعض نقعد نشد نقعد بس أنك قاعدة معه قاعدة تقضي وقت معه هذا انتباه سلبي والطفل مرة ثانية ما يهمه نوع الانتباه اللي انت تعطيه طالما انت قاعدة تعطيه الانتباه الفقر اللي بعدها حنتكلم عن نشاطات أسرية هذه غالبا هتخفف من سلوكيات كثيرة لأنه كثير من سلوكيات الأطفال تكون بحث عن الاهتمام بحث عن الانتباه يبغاك تقضي وقت معاه ما يهمه جادلي تعقبي في أطفال تعقبي تلاقيهم يكملوا بالسلوك هو مو مشكلتهم ولا قضيتهم وقتها السلوك ولا أنه يزعلك هو يبغى هذا التواصل معاك يبغى استمرارية الانتباه والاهتمام هذا اللي قاعد يحصل فيها منك فاحنا الفقر اللي بعدها حنتكلم عن بعض النشاطات اللي احنا نقدر نسويها عشان نقضي باقي اليوم بطريقة تخفف عننا احنا وهم ملقلك تمام طيب في عندنا نقطة بس قبل ما نروح للنقطة الثانية خلال الفترة هذه الفترة طويلة وأحيانا نلاقي نفسنا نقول شوف أخوك خلص الموضوع بساعة شوف أخوك مثلا سمع كلامي شوف أخوك مثلا ما عاند شوف أخوك ما جادلني وانت لك نص ساعة جادلني المقارنات المقارنات جدا مزعجة للطفل في أحد قاعد يسأل إيش الموضوع الموضوع طرق التعامل الفعالة مع أطفال الأطفال المشخصين بفرط النشاط وترشدت الانتباه في خلال فترة الحاضر منرجع للمقارنات المقارنات ما ينصح فيها أبدا ما ينصح فيه أبدا أنا عندي ترشدت الانتباه على الفكرة عشان كذا لما يطلع تعليق تلاقيني على طول أنسى الموضوع كامل طيب المقارنات دائما نحن ما ننصح فيها حتى بالأطفال اللي هما ما عندهم أي مشاكل سلوكية فما بالك الطفل اللي عنده تشخيص فرط النشاط وترشدت الانتباه طبعا فرط النشاط وترشدت الانتباه عشان بس نكون واضحين عندنا بعض الأطفال يكون عندهم فرط نشاط فقط وعندنا أطفال يكون عندهم ترشدت انتباه فقط من غير فرط النشاط وعندنا أطفال يكون عندهم فرط نشاط مع ترشدت انتباه ففرض النشاط يندرج تحته ثلاث أنواع تمام طيب اللي عندنا بنرجع للمقارنات المقارنات ممكن تثير الطفل أكثر تزعله أكثر تحسسه بالغضب تجاه أخوه أكثر وبرضو تحسسه أنه هو أقل من أخوانه إحنا نبغى نبعد عن أي تعليقات ممكن يكون لها أثر سلبي ممكن يكون لها أي وقع سلبي على الطفل أنا لما أجي لطفل هو أساساً مو قادر يركز غصباً عنه زي ما قلنا دائماً نبغى نتذكر في عوامل بيولوجية دائماً لها سبب كبير وراء سلوكيات الطفل اللي عنده وفرت النشاط وتجدد الانتباه فإحنا لما نجي لنقول لطفل أخوك أحسن منك أخوك سمع كلامي أخوك تعاون معي أخوك ما جادل إحنا ممكن قاعدين نوصل له كلمات أو مسيجات ما هي مباشرة إحنا ما نقصدها بس هو يأخذها بطريقة سلبية مثلاً أنا أقل من أخواني أخواني أفضل مني أنا سيء أنا عبء على أهلي لما تتخيلوا حجم المسيجات السلبية اللي ممكن هو يفسرها بسبب المقارنة إحنا شي بسيط والنية رائعة بس نبغى نحفزه نبغى نخليه يتعاون معانا لكن أحياناً تفسير الطفل العادي فما بالك للطفل اللي عنده تشدد انتباه ممتاز بس في أحد قاعد يقول تثير غيرته أنا كانت أمي تسوي فيني كده و أنا صغيرة برافو عليك يعني هي أبسطها أبسطها أحياناً ممكن تخلي الطفل أو تخلق عنده مشاعر غضب تجاه الأخ أو تجاه الأخت لأنه إحنا قاعدين نرسله مسيجات غير مباشرة بأنه أخوك أفضل منك أو أنت منت كويس كفاهية أو أنت مطفشني أو أنت مثلاً عبء علي في أطفال يفسروا أنه خلي ينتقوا من أخوه برافو عليك لأنه الغضب ترى لما يجي عندنا في الطفولة له تأثير جداً كبير على الشخصية بكرة لما تبدأ تنبنى الشخصية عنده بشكل كبير في مرحلة المراهقة كل هذه الأشياء حتى حتطلع عندنا ترى كمات بسيطة أركزه أنا اللي أقوله الأهل دائماً نواياهم رائع ما في أحد يحب الأطفال زي أهاليهم أو قد أهاليهم بس إحنا قاعدين نشوف الجانب العلمي وراء بعض السلوكيات اللي كلنا كبرنا عليها ما في بيت خالي من هذه العيوب حتى بيوتنا إحنا الأخصائيين هنلاقي عندنا سلوكيات يا كبرنا عليها وإنه إحنا نسويها إحنا بس الآن واجبنا المعرفة زي ما يقولوا الجمعية رائعة أشراق المعرفة بداية الحل فإحنا واجبنا الآن نوصل لكم المعلومة وجهة نظر للعلم النفس إيش تفسيرها إيش مدى أثرها عشان يكون عندنا معرفة ويكون عندنا بداية تغيير الحل يشوفني يقول عندي كورونا لا ما عندي كورونا بس رشح تمام طيب وصلنا للمقارنات إن شاء الله فكرة تكون واضحة عندنا ما بعد روتين المدرسة اللي عنده أسئلة عن المدرسة ممكن أنا أكون ما غطيت شيء معين أو سؤال عن المدرسة نرجع نسأل كل الأسئلة اللي تبغونها بإذن الله ما راح نخلص اللي مجاوبين كل الأسئلة اللي عندكم روتين ما بعد المدرسة نبغى نخلق نشاطاته سرية جديدة تمام أو قديمة نعيد إنشاءها بمعنى فيه لعب حلوة قديمة تذكرها على طفولتنا إحنا كانت كنا نلعبها بس إنه لما أفكر فيها كمختصة اليوم برضو تساعد الطفل في تحسين التركيز عنده والاهتمام والانتباه بعض الألعاب اللي نقترحها لعبة المتاهات عندنا التركيبات أو البوزلز هذه الأشياء تحفز الطفل أول شيء هو قاعد يشوف مثيرات مختلفة في نفس الوقت فتركيزه حيكون أطول انتباهه حيكون أطول بنفس الوقت هذه الألعاب مع الوقت لما تعود الطفل عليها ويتمرن عليها تحسن من تركيز وتحسن من قدرته على التركيز اللياقة الفكرية تحسن اللياقة الفكرية في أحد قالها جدا رائعة عندنا الفنون يمكن ما عرف يمكن ممنوع أقول أسامي أماكن بس أنا أحب محلات أبو ريالين والمحلات اللي فيها كذا بطائع حلوة ورخيصة وبطائع فعلا يعني قيمة كمان وتعليمية والتي تستخدم لأهداف علمية في نفس الوقت في محلات أنا لو أحد عطاني للإذن ممكن أقولها بس أكيد أنه ما ما تجهلكم في محلات تدخلوها في عندهم بريال أو ريالين بعض التركيبات الصغيرة والكبيرة على حسب عمر الطفل كل ما كان عمره صغير كل ما حنختار له لعبة أقل تعقيدا هذه قشو منها حاجات كثيرة منها الأشياء اللي يلونوا فيها ألعاب الرمل واحدة تقول أولاد يحبوا يلعبوا بالتليفون كل الجيل الجديد يحب يلعب بالتليفون وهذه معانات ولا حكون ضدها بس يعني حكون حنصح أنه أوقات اللعب الإلكترونية تكون محدودة ومش بس عشان التأثير ولا عشان برضو إحنا ما نحرم الطفل من التفاعل مع بيئة الخارجية ما نحرمه من تعلم خبرات الإلكترونيات حتحرمه منها بس أنا مش ضدها وبالعكس في تطبيقات اليوم نزلوها حساب أشراق على تويتر في تطبيقات جدا رائعة نقدر نستخدمها للأطفال التعليمية عمره ثلاث سنوات أعطيه وقت للتليفون هذا يعتمد على إيش تفضلي أنت أنا بالنسبة لي ما أقدر أفتي من الناحية العلمية بالنسبة للعمر لكن اللي أقدر أقوله الوقت دايما ما يكون طويل جدا للأطفال وقت محدد لكل الأطفال مش بس الأطفال اللي عندهم فرط نشاط وكمان لكل مكانة الألعاب والتطبيقات تعليمية وعلمية كل مكان أفضل طبعا لازم يكون جزء منها للترفي في عندنا بس بكمل على نقطة المحلات المحلات هذه كثيرة عندهم أفكار جدا رائعة في حاجات زي المواد الفنية تركيب تلوين حاجات بالرمل هذه الحاجات خذوا منها أنواع كثيرة مختلفة وخلوا الأسرة كاملا مع الأطفال يشتغلوا على واحد من الأنواع كل يوم برضو شراء مسبح خارجي الصلصال الصلصال فكرة جدا رائعة وبرضو تساعد الأطفال الصغار على نمو العضلات عندهم بطريقة أفضل أي شيء حركي هيكون مساعد لكم أنتم مساعد للطفل في نفس الوقت الحوش إحنا ممكن نحط فيه بعض الألعاب النطيطة القفة ما عرفش سموها المرجيحة المسبح الصغير البلاستيك هذا وقته هذا وقت اللي إحنا نبغى نشغل الأطفال في نشاطات إحنا عارفين أنه هو قاعد يطلع نشاطه بطريقة سليمة بطريقة في تعليق جدا رائع بلاكس كان وقته وهم يستخدم التليفون أكثر بس الآن معنا وقليل مع التليفون صار الحجر مناسب للطفلي جدا رائع معناته أنه أنت قاعدة توظفي الحجر بطريقة جدا رائعة ويري تشاركينا بأنت كيف تقضي وقتك في الحجر إيش النشاطات اللي فيه واحدة ذكرت الليغو إيش النشاطات اللي اللي تعملوها في البيت عشان الكل يستفيد منها فيه واحدة تقول ولدي يحب السلصال والليغو سيانة الألعاب والأغراض جدا رائع هو الفكرة أنه إحنا نشغل الطفل بنشاط حركي لأنه هو عنده نشاط هو محتاج يطلع وغصبا عنه دايما نبغي نتذكر طفل المصاب بفرط النشاط ما هو طفل شقي مو قصدا قاعد يعاندك هو غصبا عنه غصبا عنه وقاعد يتحرك فزي ما ذكرنا مسبح إلا إذا عندك حوش أو إذا عندك سطح حط في بعض الألعاب حط في بعض الأشياء الحركية اللي الطفل يقدر ينشغل فيها بعد وقت الدراسة وبداية اليوم على حسب الوقت اللي أنتو تحددوا قبلها بيوم عندنا ما أدري اللي من جيلنا يتذكر لعبة خطوة خطوتين خطوة خطوتين هذه أنا أعتبرها فيها تهذيب للحركة الزايدة في الكيرم الكيرم هذه أعتقد الكيرم صار سوقة مرة عالي في الحضر كل البيوت صار فيها كيرم الكيرم جدا رائعة لأنه برضو أنت يعني قاعد تتحكم في الاندفاعية قاعد تتحكم في تركيزه وقاعد تساعد من كل أو بعض الأعراض الأساسية الاندفاعية الحركة والتركيز تمام التعليم عن بعد ناس ما في قيود حركية ممتاز ممتاز طفلي يكسر ألعاب وهذا ممكن يكون طفل الحركة عنده فعلا جدا زايدة ما عارف إيش الدواء اللي يأخذوا أو إيش أوقات الدواء تغيرت عليه أثرت عليه ممكن يكون غضب ما نعرف كل حالة مختلفة لكن ضروري لكل يراجع الطبيب إذا تغير الروتين عندهم في البيت على أساس يستشيروا مثل أوقات المناسبة ليأخذ الدواء بناء على الساعة اللي يصحى فيها الطفل إذا الطفل كان ما يصحى ما يصحى زي أوقات المدرسة معناته بعض الأدوية ممكن تتغير وقتها أو لازم يتغير وقتها طيب إحنا قلنا زي خطوة خطوتين عندنا لعبة حبشة برضو هذه من أيام جيلنا إحنا فألعاب كثيرة كثيرة ممكن نلعبها بالعائلة كلها وحيكون فيها متعة حيكون فيها مشاركة للعائلة كلها وبرضو فيها زي ما قلنا متعة والعائلة كلها مع بعض وبرضو طلعنا طلعنا النشاط حقه بشكل سليم لما نقول ألعاب خارجية ذكرتها أنا قبل شوي الشاي والقهوة هذه حنذكرها طلب الطفيف نكثر من شرب الشاي والقهوة التركية طيب حنذكرها بعد شوي الأشياء الحركية اللي إحنا هنحطها في البيت والألعاب دايما نبغى نتذكر أن الطفل ما راح يصاب فيها بسبب الاندفاعية إحنا نبغى نتأكد أنه حيكون آمن في البيت الألعاب أو الحوش أو السطح إيش مكان المكان اللي حطينا فيه للألعاب نبغى نتأكد بس أنه سلامته دائما محفوظة بحيث أنه إذا لعب هو وأخوانه ساعة أو ساعتين ما تقلقوا عليه كثير طيب عندنا برضو الطبخ الطبخ واحدة من الحاجات اللي جدا جدا مسلية للأطفال بالذات لما يكون فيها مشاركة مع الأسرة في تعلم للطفل في وقت قاعد يقضي مع الأم أو الأخوان أو الأسرة كاملة وقاعد يأخذ الانتباه اللي هو يبغى بطريقة جدا رائعة طبعا لما نقول الطبخ أنا ما أقصد نشغل الفرن وهو موجود لا نتأكد إنه مثلا لو حنسوي كيكة هو قاعد يخلط معاي قاعد يعطيني بعض المقادير التجهيز بس وقت الفرن طبعا الطفل مفروض يكون خارج المطبخ ليش؟ لأنه عند دفاعي ممكن يكون حركته كثيرة فممكن الحوادث لا قدر الله تكون أكثر فإحنا نبغى نبعد كل عوامر الخطورة نخليه يشترك معانا بكل شيء بس الأشياء اللي تتعلق بالفرن بالحرارة هذي يكون بعيد عنها تماما الأم اللي قبل شوية والأب سألوا عن كثار شرب القهوة التركية والشاي هذي طبعا لا طبعا لا ليش؟ لأنه الشاي والقهوة بشكل عام والبيبسي ومنتجات البيبسي فيها كافيين الكافيين مثير ويزيد من الحركة تمام ويتزيد من أعراض القلق بالنسبة للناس القلقية كمان دائما نقول لهم لا تشرب كافيين كثير ولا تشرب قهوة أي حاجة فيها كافيين القهوة الشاهي منتجات النعناع النعناع معروف أنه هو يهدي جدا جميل المشروبات هذه إذا اخترتوا أنكم تعطونهم بكميات بسيطة يكون قبل النوم بكم ساعة خلال النهار إذا الموضوع هذا مسموح في البيت لكن اكثار منه طبعا لا معلومة ما هي صحيحة وذلك لموجود مادة الكافيين في أنواع المشروبات هذه واللي هي ما حتساعدكم عندنا طالما ذكرنا المأكولات عندنا الشوكولات الحلويات السكريات أي حاجة فيها سكريات هتزيد من نشاط الطفل إحنا دائما في التغذية نبغى نبعد عن كل الأشياء اللي تزيد من نشاط الطفل فنبعد عن السكريات بشكل عام من ضمنها الشوكولات من ضمنها الحلويات عاد إحنا ما شاء الله وقت الحجر تلاقين يعني كلنا قاعدين نتعلم كل أنواع الحلة والطبخ يمكن خلصنا كل أنواع الطبخات وإحنا في فترة الحجر هذه الحلويات لو تبغي ما نبغى نحرم الطفل من الأشياء الحلوة لكن نعطيهم الحلة في وقت في وقت النهار وبعدها نكون مثلا مخططين إنه هو حيطلع يلعب بره في الحوش ما نبغى نعطيه طفل اللي الطفل حاجة عارفين هي حتزيد من انتباهه ونقيده بعدها بالمذاكرة إحنا كذا هنكون مخططين إنه هو حيفشل تمام أو حنخليه يفشل من غير ما نكون حاسين فأنا مني ضد إنه أنا أحرم الشخص من كل شيء لا نعطيه الأمور بتوسط فنعطيه مثلا قدر بسيط من السكريات إذا الأمر هذا مسموح في البيت أو إذا الأخوان والأخوات أخواته مسموح إنه هما يأخذون هذا الشيء عشان ما نحرموا من شيء هما أو أخوانه قاعدين يأخذونها بس بشكل بسيط في وقت النهار عشان يمدي يفرغ الطاقة يجي وقت النوم ما عندكم مشكلة في النوم تمام حكينا كثير عن الطفل طيب الأم طيب الأب أنا متأكد إنه الكل عنده شوية نوع من الضغط شوية نوع من خلينا نقول التوتر الفرستريشن يعني الضغط زاد عليكم هذه الفترة الواحد قاعد قاعد في أحد قال جدا طيب السباحة في المسابح أو البحر هل يشكر خطر عليهم والله يمدر إحنا محروبين من كل شيء الحين فما أعرف وين المسابح العامة كلها مغلقة البحر ما أعرف هذا يعتمد على تقييم الأم والأب نفسهم إذا الطفل سباح ماهر متدرب وإنت حوله دائماً لازم يكون موضوع بإشراف شخص بالغ وأنت حوله قريب منه الاحتماليات أو عوام الخطورة قليلة جداً تحت إشرافك ما نمنعه من شيء هو يقدر يسويه لأنه ما عنده مشكلة جسدية تمنعه من أنه هو يسبع الأم والأب نركز عليكم شوي اسم الموضوع طرق التعامل الفعال مع أطفال فرض النشاط وتشدد الانتباع خلال فترة الحضر طيب إحنا نقول الأم والأب بدأنا نشعر بالإحباط والتعب إحنا ليش نشعر بالإحباط لما إحنا قاعدين نبغى نسوي حاجة ولا نوصل للنتيجة اللي إحنا قاعدين نسويها أنا كثير أقول للأمهات والأباء دائماً النية رائعة دائماً تكون نوايانة تحقيق الأفضل لأبنائنا بس أحياناً ما نوصل مش لأنه إحنا ما نبغى لأنه يمكن الطريقة اللي إحنا قاعدين نستخدمها ما تناسب كل الأطفال أو ما تناسب طفلي أحياناً يكون عندك طفل ثاني تقول طب أنا قاعدة أسوي طريقة هذه معاه بس مثلاً خلينا نقول خالد ومحمد محمد تضبط الأمور معاه وخالد ما تضبط الأمور معاه ليش؟ لأنه كل طفل يستجيب بطريقة مختلفة طرق التربية دائماً تختلف من طفل لطفل فهذا واحدة من مصادر الإحباط بالنسبة للأهالي أنت قاعد تجتهد ولا في أي شك في اجتهادك زي الأم اللي قالت لنا طفلي جادل معاي نص ساعة هي تبغى تحل المشكلة لكن المجادلة معانا قاعدة تستمر نص ساعة هي قاعدة تجتهد لكن ما وصلت للحل بتقول ما في نتيجة نتيجة الوحيدة هي العناد في هذه الحالة في هذه الحالة احنا بالنسبة للعناد عندنا طرق حل كثيرة أولها التجاهل طالما الطفل مو قاعد يبكي ولا قاعد يأذي نفسه ويخبط في نفسه مثلاً في الأرض ولا يخبط راسه على الجدار نتجاهل نعطي الطفل تحذير أو تحذيرين إذا استمر الموضوع مثلاً ححرمك من الآيباد لمدة ساعة وفعلاً نطبق الموضوع أو أنه احنا نقول له عطيني خمس دقائق أخلص اللي بيدي وحنروح لغرفتك أو غرفتي نتناقش أنا وإنت الحانة لأن الوضوع ممكن يكون ببساطة هو حابب ياخذ انتباه أو اهتمام منك ممكن أنت تكوني من شغلة عنه وهو قاعد يدور على الاهتمام طبعاً على حسب السبب إحنا نحدد طريقة التعامل فهذه يعني نصائح عامة ما أعرف هي تنطبق على الوضع اللي ذكرته أو لا بالنسبة للأهالي أنا حابة أركز عليكم شوي بالنسبة للأهالي إحنا أول شيء بالنسبة للإحباط لما تحس أنك محبط لما تحس أن الطفل قاعد يجادل معاك يعاندك وإنت خلاص تحس أنه وصلت معاك ما أنت قادر أو ممكن أنك ما تتحكم في نفسك اطلع من المكان من المكان خذ لك بريك إن شاء الله تدخل تاخذ شاور وقتك الخاص بس أنه ما تنسى نفسك لما تكون محبط اطلع من المكان تماما أنت تستحق بريك لما تكون أنت في وضع كويس الأطفال سيكون في وضع كويس فلازم تنتبه لمودك مزاجك حالتك النفسية لكل شيء زي الاهتمام اللي ستعطيه للأطفال أنت تحتاجه في نفس الوقت عندنا بالنسبة للقلق حاليا ما نبغى نعبر عن قلقنا تجاه كورونا قدام الأطفال الأطفال الآن يتعلموا عن طريق الملاحظة تمام اللي يشوفوا يتعلموا فحيشوفوا أم قلقة أو أب قلق تأكدوا أن هذا الشيء ممكن يكتسبوا في يوم من الأيام ما نبغى نخلق بيئة قلقة عند الطفل الأم القلقة عادة طفلها هيكون قلق والعكس فإحنا كيف إحنا ما نكون قلقين عندنا كثير من الناس في خلال فترة الأزمة هذه طاحوا في أخطاء كبيرة عن غير قصد زادت من أعراض القلق عندهم أهمهم وأكثر انتشارا حسب الملاحظة الكلينيكية ما في دراسات أو بحاث بالشيء هذا أنه الناس كل شوي تتابع أخبار كورونا كم الإحصائيات كل شوي تشوف الأخبار تقرأ بعدها ما شاء الله عندنا علواس قاعدة تنتشر أخبار كثيرة وأغلبيتها من مصادر غير موثوقة للأسف ونتائجها دائما تثير القلق لأنه مبالغ فيها ولا هي صحيحة فنبغى نحدد حتى أنا هذا الشيء حطيته لنفسي نبغى نحدد وقت معين في اليوم اللي هو بنتابع فيه الأخبار الآن منظمة الصحة العالمية الساعة ثلاثة بتطلع الإحصائيات كل يوم فالساعة ثلاثة أنا ممكن أشوف الأخبار أخبار السعودية ممكن نشوفها مثلا نهاية اليوم لكن ما نكون طول اليوم مترقبين ومتوقعين الخطر ومتوقعين السيء يصير ونقعد نراقب الأخبار طول الوقت هذا الشيء نبغى نحدد منه عشانك أنت قبل الطفل طيب عندنا كلنا مشتاقي الأهالينا كلنا مشتاقي للجماعات واللمة والخالات والرسائل صحيح أنا اتفق معها أغلبيتها غير مثبتة علميا وغير صحيحة ما لها نتائج غير القلق ولأن الواحد يحزن ويضيق صدره نرجع للأهل الأهل كلنا مشتاقي لهم كلنا فاقدين الجماعات كلنا فاقدين اللمات الحلوة العلاقات الاجتماعية واحدة من الأشياء اللي ننصح فيها أنه مثلا ممكن تكوين جروب على الواتعاب على السناب شات إيش مكان الفيس تايم وتجتمعوا فيه كأهل يعنينا هذه الوالدة تسويها مع أخواتها وكذا يقعدوا يتكلموا كل كلمة لقوا عندهم وقت فراغ كل الوقت فراغ الآن فيقعدوا يتكلموا يسولفوا مع بعض وكثير مبسوطين بالموضوع هذا الطفل نفس الشيء الطفل إذا عنده مثلا ابن خالة مقرب إذا عنده صديق مقرب أهله وأنتو تسمحوا لهم بالتواصل برضو خلوا يتواصل تحت إشرافكم معاه على الأسناب معاه على الفيديو إنه تواصل فيديو مع الطفل ما نبغى نقطع الطفل تماما عن محيطه الاجتماعي عشان الحاجات هذه كلها احتياجات كلنا نحتاجها كبار ولا صغار فهذه الأشياء ممكن تخفف من السترس اللي انتو عايشينه بس أبقى خلص النقاط الأخيرة عشان نفتح باب الأسئلة إحنا نبغى الطفل يحس إنه الأمور هترجع لطبيعتها كيف نخلي الطفل يحس إنه الأمور هترجع لطبيعتها نتابع تخطيطنا للمستقبل نخطط لسفرة مثلا في الصيف أو نخطط لمشروع معين مدرسة معينة اللي يبني يكمل التخطيط واللي البناء البيت اللي يبغي يسافر يخطط وين بيسافر يشوف الأماكن مع الأطفال فنبغى نتابع التخطيط للمستقبل هذا يعطي الطفل إحساس بالأمان ويعطي الإحساس إنه الأمور هذي كلها مؤقتة وراح تنجلي بإذن الله خريبا نبغى نكون مبدعين وبنفس الوقت مرينين آخر نصيحة لا تترددوا لا تترددوا في طلب المساعدة كلنا موجودين بإذن الله وفي مواقع على مدار الساعة متواجدين للحساب جمعيتنا الرائع أشراق ما رح يقصر معاكم من ناحية إجابة الأسئلة أي أسئلة لا تترددوا بالإجابة ولا تترددوا أنكم ترجعوا للمختصين إحنا هنكون موجودين وفخرين بخدمتكم مين وينما كان المصدر بنكون سعيدين جدا بخدمتكم موضوعنا إن شاء الله أنه كان مفيد للجميع ويا رب نكون قدمنا ولو جزء بسيط لكم حنشوف الآن بس وقت الأسئلة إذا ما في أسئلة حنقفل النقاش أنا من يعرفة كيف أفتح الصوت والله أهل أهل صحيح أن الخطة لنهاية مرض كورونا في تاريخ 28 شعبان ما في أحد عنده إجابة للسؤال هذا ويا ريت عندنا إجابة لكن للأسف ما في شيء أعلن عنه من أي مصدر رسمي أحتاج تشخيص جديد لأبني بالرياض كيف أقابل طبيب عندنا في مراكز موثوقة وفي عندنا تطبيق وزارة الصحة وبرضو عن طريق جمعية إشراق بما أنهم مختصين في الـ ADHD اسألوه للجمعية وأنا متأكدة هتكون مصادرهم أفضل من مصادري من ناحية الفرط النشاط وتشدد الانتباه أمكة المكرمة للأسف ما عندي فكرة لكن متأكدة أن جمعية إشراق سيكون عندهم مجموعة مصادر أنا أبني لما يصحى وهو جالس عند التلفزيون لما أبلغ أن وقت انتهى تبدأ ثورة الغضب والعناد والبكاء ما عندك أي مشكلة هنا تتذكري لما حكينا عن جدول النشاط لما إحنا قبلها بيوم نذكره بالساعات من متى حنبدأ اليوم الساعة والمهم الالتزام يعني الأهم من جدول النشاط أنا فعلا ألتزم فيه لما أنا ما ألتزم بالجدول لن ننتظر من الطفل أنه هو حيلتزم فيه فإحنا لازم نسوي نمذجة للسلوك اللي إحنا نبغى الطفل يتبعه اللي هو الالتزام إذا حنمشي على الجدول لما نمشي على الجدول زي ما ذكرت الجدول دايماً واحدة من الأشياء اللي تخليه ينجح أنه يكون عندنا مؤقت تايمر الشي يحسب الوقت نحط له التايمر وقلنا نذكره قبل ما يخلص وقت البريك بدقيقتين نقول له يا بابا بقي لك دقيقتين لما يباقي دقيقة يا بابا بقي لك دقيقة ممكن أنت مثلاً إذا عندك ثلاثين ثانية تروح يتوطي الصوت بالتدريج يلا الآن حنروح واتذكري بالمكافأة اللي هو اللي أنت وهو اتفكته عليها قبل ما تبدو قبل ما اتطفي وقت البريك ما شاء الله الأسئلة كثيرة إن شاء الله ألحق عليها أنا مو دكتورة أنا أخصائية نفسية مستوى ماجستير علم نفس عيادي أو كلينيكي السؤال جاوبنا في أم سألت أنا عندي طفل طبيعي بس عنده حركة مفرطة كيف أعرف إذا هو من أطفال الفرط أو لا التقييم لازم يتعمله تقييم مع مختص عشان يحدد إذا هو اللي عنده مشكلة تعتبر كلينيكية يعني مشكلة تحتاج دواء أهو عنده مشخص أم لأنه فرط النشاط إلى الحد الطبيعي في أحد تسألني عن دواء أنا للأسف ما أقدر أفتي في الجانب الطبي لأنني ما أنا طبيبة فأبغاكوا ترجعوا للتطبيق الصحة وزارة الصحة أو التطبيقات الثانية وش يقرب لك كورونا كورفد للأسف ما يقرب لي ليش نخوف الطفل طبعا ما في أحد تكلم عن تخوف الطفل وش الفرق بين تعديل السلوك وفرط الحركة لأن مركز التربية الخاصة شخصه ابني بأنه يحتاج لتعديل السلوك تعديل السلوك وحدة من أساليب العلاج النفسي اللي يندرج تحت العلاج النفسي السلوكي فرط النشاط تشخيص لواحد من الإطرابات النفسية فهذا علاج وهذا تشخيص مدة الاستراحة الكافية جاوبنا متى ممكن أتوقع من طفل يعتمد على نفسه ولدي خامس ابتدائي لازال يعتمد عليه ما في إجابة وحدة لجميع الأطفال يعتمد على عمر الطفل على مستوى نطجة وأنت أهل تقدري تقيمي من أطفالك في طفل تعرف أنه أنت تقدري تعتمدي عليه في المرحلة الابتدائية أنا نصيحتي بشكل عام أنه دائماً يكون فيه نوع من الإشراف حتى لو بسيط يعني خلال الدروس وبعد ما يخلص الدروس يكون فيه إشراف مرحلة الابتدائي أنا هذا رأيي بس أنه برضو ندخل الاعتمادية بالتدريج أحاول أقل مدة سكرين تايم لكن في الوضع الحالي الولد بيقيد على اللابتوب ساعات بسبب المدرسة سيما قلنا للروتين ساعة للعب وساعة للجد على حسب ما أنتو يناسبكم أتوقع خلصنا أغلبية الأسئلة تمام في سؤال مرة مهم أكثر شيء يتعب تقبل المجتمع والأهل من حولنا تقبل الأهل والمشتغى لا يجب أن تمنعنا من أنه إحنا نخلي الطفل يختلط بالعالم اللي حولنا الناس اللي تعنيه لهم مقربة مننا لازم نعطيهم تثقيف عن إيش الإضطراب إيش معناته وكيف ممكن يظهر من خلال سلوك الطفل عشان ما يضايقوا الطفل بأي تعليق هما ما يقصدوا الطفل لا يجب أنه إحنا نحرمه من الحياة الاجتماعية بسبب أنه عنده إضطراب هو ما له ذنب فيه في واحدة تكلمت عن الـ ODT اللي هو الـ Oppositional Defined Disorder وهذا إضطراب مختلف لو تسألي عنه على الخاص أو في وقت ثاني يكون أفضل عشان بس ما نشتت المواضيع الله يرفع من قدرك يا رب J.L.Q. وإن شاء الله نكون في دناكم ابني خامس ابتدائي وقت ما أجلس أتكلم معه على طول يبكي حينما يحتاج الموضوع هنا إذا يعني أحتاج مفتفاصيل أكثر لكن بعطي معلومة عامة جربي إذا نفعت معاك ويس إذا لا ممكن تسألي بطريقة مفصلة أكثر البكاء يا أنه علامة للطفل حساس أو أنه ممكن طفل يكون يضغط معينة أو طفل مقادر يعبر عن نفسه وإحيانا يكون طريقة الطفل في الحصول على اللي هو يبقى أنت تأخذ الطفل بكل هدوء لمكان منعزل أنت هو تسألي إيش فيك؟ إيش اللي يخلاك يبكي وتخلي تحفزين هو يتكلم معك رفض أنه يتكلم وممكن تقول لي طيب تحب تكتب لي عن إيش اللي يخليك تبكي في اللحظة هذه يعني ركزي موش اللي يخلاك تبكي أمس واللي يخلاك تبكي قبل أمس أنت دائما تسوي كذا لا يبابا خلينا نركز الحين قبل شوي إحنا تكلمنا في الموضوع الفلاني أنت بكيت أنا ما أبغى عاقبك أنا ما بس أبغى أفهم إيش اللي يضايقك إيش اللي يخليك تبكي تبحثي عن الأسباب أنت ويا الطفل يقاطع كلام الكبار دائما وحتى يقاطع تعثيات الأم هذه ممكن تكون سبب الاندفاعية لأنه هو مقادر فعلا يعني فوحدة من الأعراض حقة الـ ADHD أن الطفل يكون كلامه جدا كثير ويقاطع كثير هذه الأشياء نحنا كل ما حاول يتكلم نقول له انتظر شوي وما نشجع على الاندفاعية بأنه نستجيب لها كل مرة أنا أخصائية طنشتي سؤال يالله يسامحك أمري أمر؟ تامري أمر؟ إيش السؤال؟ قاعد أشوف كل الأسئلة في عندنا نوال أحمد أحتاج توضيح أكثر لسؤالك كثير عندها طفل كثير الاحتضان بشكل يطفش ما عرف هو مسبب الموضوع مشكلة لمين؟ هل هو مشاعره بزيادة طالعة؟ ولا؟ ما فهمت السؤال أولاد الأعمام والخلات اللي في نفس عمره ينفرون منها كيف أتصرف زي ما قلت الناس اللي في دائرته وقريبين منه جدا وهو تهمهم العلاقة معهم إحنا ممكن نشرح لهم بشكل مبسط عن السلوكيات اللي هو فعلا ما يقدر يسيطر عليها بحيث أن يتفهموا وإذا نطجهم عالي لمستوى كافي أنه هم فعلا يستوعبوا المشكلة اللي عنده عشان يعرفوا كيف فعلا يستجيبونه بالطريقة اللي أنت تبغيها برضو في نفس الوقت أنا أريد أن نشتغل على السلوكيات اللي عند الطفل كيف نعلمه يقلل من الحركة الزائدة كيف التمارين ولا التدريبات ولا التطبيقات اللي طرحوها إشراق كلها حاجات تساعد وبرضو التدخل الدوائي اللزم على حسب تقييم الدكتور تقول كثير الحظن مع كل الناس وأخاف عليه من هذه الناحية طبعا هنا هندخل في موضوع اللي هو تثقيف الطفل من ناحية من الأشخاص الملائمين للتصرفات هذه بالنسبة للحظن والتعبير عن العاطفة جسدياً هذه الأشياء تكون محدودة ضمن العائلة الجد الجدة الخالة على حسب تقييم كل أم وكل أب كل بيت مختلف عن الثاني فاحنا نبغى نفهمه النقطة هذه وبرضو على حسب مستوى النطج أرجع أقولها بالنسبة للطفل نفسه كل طفل لازم نحدد هذه المعلومات اللي أبغى أوصلها لائقة له ولا عمره ولا لا وعشان أقدر أحدد أنا كيف بوصل له هذه المعلومة كثير الإحتضان طبعا أنا أنا أقول لك أنا هذه ممكن أقلق من ناحية تكثير لأنه إحنا نخاف من أشياء كثيرة يعني لو كان في مكان إحنا ما إحنا موجودين فيه في المدرسة في الباس يعني إحنا نخاف عليه من حاجات كثيرة من ضمن التحرش لا قدر الله نثقف إحنا دورنا تثقيفي مثلا التحرش الجنسي إيش هو وإيش الحدود اللي المفروض الجسمية اللي المفروض ما في أحد غير الأم والأب مثلا يمسكوها أو أنه خلال الاستحمام مثلا أو مين اللي المفروض أنه ما يلمسك في المناطق هذه متى ياخذ الطفل علاج فرط الحركة؟ عمر الطفل ثم أربع سنوات هو التشخيص يعني لو هنمشي على الكتاب ما يشخص الطفل في أربع سنوات لكن في أحيانا بعض الأطباء يلجأون لاستخدام بعض أدوية فرط النشاط للأطفال اللي هم أقل من ست سنوات على حسب الحاجة أو أحيانا يكون المنفعة أو المضرة أكثر لو ترك الطفل من غير دوافع الطبيب يقرر أنه يبدأ على دوافع عمر أصغر هذه ترجع للطبيب لازم يعمله تقييم ويشوف هل الطفل المنفعة أكبر ولا أضر له أنه يبدأ دوافع عمر صغير الضرب الضرب ممكن تكون أسبابه كثيرة الطفل يضرب أخته اللي أصغر منه هذا ممكن يكون مؤشر أنه هو يغار منها ممكن ممكن ما نعرف زي ما قلت فيه نحتاج معلومات كثيرة جدا لكن الضرب بالذات إذا كانت أخته أصغر منه مولودة جديد أنا ما أعرف إيش الوضع لكن ممكن يكون غيرة إحنا دائما نبغى نعطي الأطفال الانتباه قبل الحاجة بمعنى أنا أعطي من وقتي مثلا في الصباح شوية في الظهر شوية في العصر شوية أنا لما أوصل حاجة الطفل قبل ما هو يطلبها أو يستواب أنه محتاجها تأكد أنه ما راح يدور عليها بعدين كذا خلصنا البث الله يعطيكم ألف عافية شكرا على حسن الاستماع شكرا على الحضور الأكثر من رائع شكرا لجمعينة الشراق الرائع على استطابتي اليوم إن شاء الله أنه نكون أفدناكم يا رب وإن شاء الله يعطيكم الأجر أجر غير منقطع بإذن الله على كل مجهود تعملونا من الوقت اللي تصحون فيه لحد ما تنامون دعواتنا لكم وما نبغى غير دعواتكم للعملين في القطاع الصحي شكرا جزيلا مساءكم ورد شكرا لكم